وقد ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وفدى مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التشاوري السابع عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون برأسة سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيزة لسعودة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وتم بحث عجل من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك وتحقيق الأهداف التي نسعى إليها أو تسعى دول المجلس التعاون في حماية الأمن والاستقرار وصيانة المكتسبات والإنجازات التي تحققت لشعوب دول المجلس عبر المسيرة المباركة لمجلس التعاون وقد أكدام على الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمن العام لمجلس التعاون أن وزراء الداخلية تدارسوا من ضمنته رؤية خدم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك معربين عن اعتزازهم وتقديرهم لاعتماد هذه الرؤية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة السادسة والثلاثين منوها أن أصحاب السمو والمعالي وجهوا وكلاء وزرات الداخلية وبمتابعة تنفيذ هذه الرؤية الطموحة كما بارك وزراء الداخلية توقيع على اتفاقية تعاون بين حكومتي سلطنة عمان ودولة قطر في المجال الأمني مشيدين بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني بين بلدين الشقيقين وتكامل الجهود المشتركة في هذا المجال كما اطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة من وكلاء وزرات الداخلية من بينها اجتماعات فريق العمل المختص بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس التعاون أمن الخليج العربي واحد وما توصل إليه الفريق الأمني المعني بربط وزرات الداخلية بدول المجلس بالشبكة المؤمنة وأشار معاليه إلى أن أصحاب السمو والمعالي أكدوا تصميم دول المجلس والتزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار مشهدين بمبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة تنظيم داعش بما يشكله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم وأشهد وزراء الداخلية بنتائج القمة الخليجية الأمريكية وما أكدت عليه دول المجلس والولايات المتحدة من التزام بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الهدفة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة واتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة وتعزيز قدرات دول المجلس التعاون على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية ومعالجة الممارسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار وعلى هامش الاجتماع التشاوري التقام مع الوزير الداخلية مع أخيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وقد أشاد معالي الوزير بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهم الشقيقين التي تشهد تناميا في عهد القيادتين الحكيمتين وتم بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين بالإضافة إلى عد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر